سوء ولا مسلماني ظالمه لا ما يعني محمد شريف زي ما قلت لك أصل الناس مستغروا محمد شريف نجم النادي الأهلي نجم الانتخب الوطني هداف الدوري المصري محمد شريف كيروش الخطة مش مناسبة بالنسباله مسلماني بيقعده ما ببص فيه أوقات المهاجم أو اللعيب اللي بيقوم بدور المهاجم لما يكون كرة ماشية معاه وبيسجل أهداف ويلاقي نفسه قاعد ما بيلعبش للعيب مش مهاجم أصلا الموضوع ده نفسيا بيهبطه اه بيفرق معاه بشكل كبير جدا محمد شريف بعض الأوقات كان بيسجل وشغال معناد الأهلي بشكل كويس جدا وقلت ليه فجأة بقى موجود عددك أو فجأة مش موجود في المنتخب يعني أنا أقول لك كابتن طاق اسمعيل قال ليه كابتن طاق اسمعيل قال المسلماني ظلم أفشا ومحمد شريف ظلم كبير جدا وادهقهم لبرستاو بالضبط يعني هو ده بقى اللي أنا بتكلم عليه ان انت عشان تحط بيرستاو ضحيت بناس تاني على حساب الطريقة ولا حساب اللعيبة فالفرقة ضرد في وقت لا يقعد بيرستاو عادي جدا يقعد عادي جدا ويلعب يلعب قفشا يلعب محمد شريف يعني مش عيب ان يقعد هو المدير الفاني ما بيجيب لعيب بيبقى ليه الأفضلان يفوقه؟ بيبقى عايزي فوق عشان يثبت ان الصفقة دي صفقة نكحة زي ما كان عايزي فوق ميكي سوني بقى شكل من الأشكال عشان يثبت ان هو صفقة نكحة لكن فيه وقت الاسرار عليه بيدره ما بيفيدوش كتر الاسرار ان انا عايز اثبت ان هو صفقة نكحة بيرايح لك الفرقة لا غيرنه بيرايح الفرقة أولا نفسيا ومعنويا بتأثر على اللعيبة اللي موجودة ثانيا اللعيب لو فضل وحش بتلاقي رد فعل الجمهور خلاص ما بقاش متقبل ده ففهم قصدي فيبدأ اللعيب ينزل مستوى ينزل أكتر يبقى الضغط عليه أعلى فانا وجهة نظري ان محمد شريف لما الكرة بتكون ماشية مع اللعيب اللي بيكون هو الهداف بتاعي في الوقت الحالي لازم اديله لازم ادي الكرة ماشية معاها حتى لو وقفت ماتش ماتشين افضل اكمل معاها افضل اكمل معاها افضل اكمل معاها لما حب اقعده او حب اغيره يعني دي كان جزيه عملها معاها بلكه وكنت استغرب كنت بقى بقى وحش ما خرجنيش بملع اول ما بدأت اجيب جوان بدأ يخرجني فزهلت جدا قلت له يعني مش فاهمك ده انا لما كنت وحش ما كنتش بتخرجني لما بدأت اجيب جوان بقيت خرجني قال لي عشان لو كنت خرجتك وانت وحش كنت اخلص عليك لكن بخرجك وانت كويس عشان تخرج في احسن صورة ليك فاستفيد منك البنش اللي بعد فدي كلها عوامل على فكرة نفسية ومعنوية المدير الفنين لازم يتعاملوا فيها يعني مش معنى ان محمد شريف ضايع كورتين النهاردة يبل مطش اللي بعده برا لا ممكن تديله على فكرة لان هو مش سبب الوحيد او الفرص لما بتضيع منه مش بتضيع عن طريق استهتار او بتضيع عن طريق دلع لا هو ممكن يكون تصرف فيها غلط ممكن يكون تقلق من حرس المرمى دي كلها عوامل نفسية ومعنوية المدير الفني بيشتغل عليها بشكل كبير جدا فلواجة نظري لا محمد شريف اغلب الاوات اللي لعب فيها مع الناد الاهلي قده بشكل جاي جدا وللمرة المليون انا بعذره لان هو مش مهاجد انا بالنسبة لك عمد متاب انا شايف ان محمد شريف مش مهاجد الغريبة شوية اللي مخليها الناس تحط على المستفهام تمسك موسماني بيرستاو ان دي مش مبدأه مش قعدته يعني عنده افشة ما بياخدش سابت عنده محمد شريف ما بياخدش سابت عنده طاهر محمد طاهر طالع ونازل عنده حسين الشحات على فترات عنده كهربا مشاء انا بكلمك في النجوم كلها عنده صلاح محسن بياخد على فترات يعني فترات احمد عبدالقادر نفس القصة يعني ما عندوش في كل دول لعيب قدر يخليه سوبر او غير احمد عبدالقادر اللي هو ظهر بشكل كبير ولكن ده مكانه معروف كل مطش بنقعد نتخيل الخط ده وبقى بيرستاو هو السابت هي بتتغير طريقة اللاب عشان احط بيرستاو ده غلط يعني انا ممكن احط عبدالقادر في مكان غير مكانه عشان لعب بيرستاو احط طاهر في مكان غير مكانه عشان لعب يعني النهاردة حط طاهر تحت بيرستاو عشان اللعب بيرستاو لا يعني ما بوص يعني طاهر مش هاخد منه احسن حاجة عشان بيلعب في مكان مش مكانه انت شايف نهاردة ان هو ليه مكان في بداية اللقاء مين بيرستاو ليه مكان في بداية اللقاء انا بالنسبة لي ما اخليني اكون واضح معاك كان ممكن يلعب تحت محمد شريف يعني ألعب محمد شريف وحط برستاء وتحته في المكان على الأقل اللي بيلعب فيه آخر المطشط أطار في مين يعني وحط أحمد لعب قدر لنح睬 لا مش أطار في مين تحت على طول تحت أنا ألعب بيأتنين هيلعب بتلاتة هلعب نحاق ليمين حسين الشحات لا لا ألعب بتلاتة نصل ملعب وثنين ومحمد شريف قدام كان ممكن يلعب szybاتل أو ألعب حسين الشحات محمد شريف عبدالقادر يعني أو طاهر يعني أنا بالنسبة لي نسلع في أماكنها هي دي النقطة يعني أنا النهاردة اللعيب اللي عنده القدرة أن ياخده روحه أحد ضده واحد عبدالقادر سحبته خلاص أنت عارف أن الوداد هيرجع وهيقفل في نص ملعبه وهيستخدم مرتدي التغييرات دي استنتها؟ بمعنى يعني كنت منتظرها كنت منتظر مثلا أفشي على حساب الشحات محمد شريف على حساب عبدالقادر صلاح مثلا على حساب حمدي هو زنق نفسه خد بالك أنت ما عندكش حد تخرجه غيرهم يعني أنت ما عندكش حد تخرجه غيرهم لأنه وجهة نظري عبدالقادر خروج كان بدري أنت استنى شوية أسيبه في الملعب لما مصبت طريقة الله أنا أنت فهمت تغيير صلاح محسن بحمدي فتحي مثلا؟ عشان يزود نحل هجومية خلاص ما هو بيغامر بقى ما هو عندهش حلول يعني هو بيحاول يغامر حتى رح سحب محمد هاني وحاط الطاهر نحية اليمين عشان يبدأ هو بيحاول يغامر بقدر نتيجة نين صفر فأنت في وقت من الأوقات لازم هتغامر بس أنا يعني أنا وجهة نظري البداية هي اللي أكبرتك على التغييرات دي البداية هي اللي خلت اللعيبة مش في حالتها مش يعني شيء طبيعي فنيا اللعيبة ما كنتشوف أفضل حالة لكن أوقات طريقة اللعبة هي اللي بتخلي اللعبة مش كويسة إن أنا كلها كرات طويلة كرات طويلة مش طريقة لعب الناد لهل مش طريقة لعب الناد لهل خالص طاهر مش مكانه عبدالقادر لما بدأت أصبط الفرقة في الشوت التاني ويلعب بقى أفشف مكانه ولعب هيشغلني وأقدر أتحرك خرقته حيزان الشحات نفس القصة فالفكرة كلها إن انت لو خدت بالك أول تلت ساعة الكرة ما بتلاعبش على الأرض يعني الجزء اللي في نص الملعب ده مش موجود هي الكرة بتتلاعب طويلة تترد من مدافعين الوداد للعيبة الوداد في نص الملعب هجم على الناد الأهل يتنقل وراء ثلاثة أربعة نقلات من هاني الياسر لأيمن المعلول ترجع تاني الياسر إبراهيم تتلاعب طويلة رجع أول تلت ساعة كده هتلاقي كل الكرات الطويلة أول ما ياسر بيستلم بيروحوا ضغطين عليك تتلاعب طويلة ترد على الناد الأهل فخلاص هو واضح فيه حاجة بتتعمل لازم أنا أغير من جوة الملعب لازم كمدير فني أغير طريقة اللعب أنزل لعب نص الملعب تستلم الكرة يبدأ يستحوز حتى لو استحواز سلبي لحد ما عدل طريقة اللعب مش عيب خالص أن أخد قرار في الديئة 30 أو الديئة 35 أن أغير وأجيب حد من عدكة يبقى موجود وأصبط الفرقة في الملعب يعني دي مش عيب أنت كنت تكلمتني في نقطة أن عبدالقادر بيخرج وحسين بيخرج وأفشا بيخرج وشريف بيخرج والعيبة كلها بتخرج إلا بيرستاو مش عيب أن أنا أخرجه ومش عيب أن أنا أقعده مش هيتقال عليها صفقة فشل على فكرة مش هيتقال عليها مدرب فشل أن أنا أقعدته لا خالص بفرة كلها بتاعتي